اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات في صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لا اليك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك عسا اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11.07 لغاية مساء يوم الاثنين 13.07 بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا يوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس الصحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا اشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج القوس طبعا اول ما بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس وعطارد هذا منتحس بسبب تواجده بالسرطان وهذا منتحس بسبب تراجعه فبما انه منتحسات الاثنين معناته فيه سلبية على مستوى البيت الثامن بيت الاموال المشتركة بيت الدعم بيت القروض بيت المواريث بيت الامور الغيبية بيت كل المواضيع القديمة فعشان هيكي هو ضاغط بشكل سلبي ومع الزوايا السلبي اللي راح يشكلها الشمس راح تعمل زاوية التقابل هاي فعشان هيكي بصير عندك فرض سلطة على الاشخاص اللي انت بتعرفهم او بتتعامل معهم يعني زي تفرض على زوجك او على زوجتك انك تأخذ منه فلوسه او تأخذ منه مصاري او تأخذ منه دعم فالفترة هاي مش مناسبة لهاي الامور صحيح انه السلطة هاي لها ايجابيات بالفترات ولكن بالفترة هاي تحديدا ممكن يكون لها ردات فعل سلبية ما تحاول تفرض بصفة الامر او انه مجبر على انه يساعدك في هذه الامور لانه الفترة هاي بتكون الحساسية عالية عند الطرف الثاني فحاول انك تشوف برجه يبل ما انك انت تتصرف هاي التصرفات وبرضو هاي على امور المواريث يعني اذا لك ميراث او لك حق تحاول انك انت لأ بدك تأخذ حق اكثر من حقك او انه انت بتجعل لحالك حقوق يعني هي اساسا مش مشروع علي لك الفترة هاي برضو بتكون سلبية على هذا الموضوع اما بالنسبة للبيت السابع طبعا الزهرة موجودة فيه فبدعمك على مستوى الشراكي وعلى مستوى شركاء المال والعاطفي يعني بدعم العلاقات الزوجية او الازواج او ممكن يطور علاقة من حب لزواج او تيجي فرص زواج وارتباط لا اشخاص من موليد برج القوس اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هو الجدي برضو الامور المالية والزوايا اللي بدت تتشكل مع بلوتو والمشتري وزحل اللي بيتراجعوا برضو بتضغطك على المستوى المالي لا تحاول انك تتلاعب بالامور المالية او تفرض سلطتك بالامور المالية او تساوم اشخاص بالامور المالية او تحاول انه انت بعمل هيك اذا دفعته هيك او ادفع هيك بعملك هيك يعني تحط هاي النقطة في المنتصف ممكن تحدث لك بعض الخلافات وممكن مشاكل تكون جارحة جدا وممكن برضو اذا انت وصلت لمرحلة انه انت يعني بدك تتحكم بشخص بسبب الوضع المالي فعارف انه انت رح تفشل في هذا الموضوع ورح يكون الرد قاسي جدا ما بتتوقعه من الطرف الاخر وخصوصا اذا انت يعني تسمع برجه واذا كانت الامور برضو مدعومة بضغط كبير فممكن تكون هاي في من وراها مشاكل كبيرة حاول تسيطر على هذه الرغبات والنزعات في خلال الفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء برضو من المريخ بدعمك في امور الها علاقة بالنزوات او المغامرات او الترفيه او الحب او الغراميات اهم اشي انك ما تتهور لانه المريخ ما بعطي حدود يعني بخليك تندفع وتنجر ورا هاي الامور بشراسة فحاول انك تضبط اعصابك اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا نبتن نبتن اللي بيخلي الوساوس والشكوك في افراد البيت او العائلة يعني بيخليك تشك فيهم بتأمروا عليك بيضحكوا عليك بيستغلوك مهملينك بحرتوا عليك هاي كل هالامور بدك تكون من تبهلها ما تخلي الوساوس والشكوك انها تدخل وتسيطر عليك او على احد افراد العائلة او ما بينك وبين احد افراد العائلة ما تشك بالفترة هاي او الخوف والقلق على احد افراد العائلة انه مريض وبدو يموت لا سرطان وبصر وحرام ومش عارف ايش وهو اساسا بيبقى مرشح او بيبقى عنده مغص او بيبقى عنده اشي ما تهول الامور اما بالنسبة للبيت السادس طبعا يعني اورانوس اللي موجود فهو بيحدث مفاجآت على مستوى العمل يا بيجيب لك عمل وبيجيب لك مكاسب وبيجيب لك فرص رائعة جدا يا اما انه بيحرمك من عملك او بيخليك تترك عملك او التجارة على بعض الامور اللي بالعمل وبرضو بيظهر بعض الامور اللي لعلاقة بالصحة اما انه بيظهر مرض عندك او بيظهر علاج ملا مرض بتكون انت ازمة معك الامور ومثلا فاقد الامل وفجأة بيجيك الامل بطريقة مغايرة اما بالنسبة لتوقعاتنا هذا الاسبوع وحركة القمر من الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود بالحوت بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وبتعزز الروابط العائلية بالفترة هاي ممكن تتوتر وترتبك لبعض المسائل حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في امور الها علاقة بعقار او الانطلاق في ورشة ترميم وتأهيل من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحمل فعشان هيك بتزداد الرغبطكم في التقرب من احباك ومتعزز العلاقة معهم بتكون الحضوذ قوية كمان الفترة هاي مناسبة للاجتماعات وخصوصا اجتماعات مهنية او عائلية اهم شي انك تلط في الاجواء من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالثور فعشان هيك رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نضموا جدوى الغدائكم وخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والامور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لتحصد او لحصد النجاحات والارباح راقب وضعك الصحي الفترة هاي ممكن يكون فيها نوع من انواع القلق الصحي او المهني من صباح طبعا يوم الخميس وحتى ما يلي من ايام بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة هاي فترة صعبة تتقل خلالها الهموم والمسئوليات ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعي واعصاب باردي وما تتسرع في اتخاذ القرارات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء